يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم يا احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه يا رب دايما تكونوا خير وفي احسن حال رجعت لكم النهاردة في فيديو جديد على كناتنا علم كوكيز وفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن سيدة عربية هي مكيمة في دولة اجنبية تعالوا نشوف بيتها اللي احنا شايفينه كله ورد وكله وترتيب ونظام وجمال كده ما شاء الله تعالوا نشوف ازاي هي عملت كل ده قبل وبعد تعالوا نشوف الترتيبات بتاعتها ان شاء الله الشقة جميلة جدا والفيديو جميل ممكن نتعلم منه حاجات حاجات هي عاملها بأيديها وحاجات بخلت بعض شوية من العمال هما يساعدوها فيها تعالوا نشوف الافكار بتاعتها وازاي هي بتغير كل حاجة عندها في البيت فيديو النهاردة ان شاء الله يعجبكم بس ما تنسوش لو اول مرة تشوفونا وتشوفو قناتنا علم كوكيز تعملولي اشتراك على القناة وتنضموا لعالتنا الصغيرة اللي ان شاء الله تكبر بيكم وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلوة لشان تشجعوني دايما زي ما شوفنا كده هي بداية هنا عملت فكت كل المكتل موجود على السلم عندها السلم ده موجود في مدخل البيت للدور اللي فوق اللي فيه الغرف وبدأت كمان تجيب العمال علشان خاطر يساعدوها في الديهان بتاعه وفي حاجات هي عاملها بأيديها وفي حاجات زي ما قلت لكم هتحتاج فيها مساعدات شوية بدأ ان هما يدينون لها السلم بالاسود والافيض والتربزين كمان بقى باللون الاسود بدل البني شكله بقى حلو جدا عن الاول بكتير كمان هنا هي بأيديها زي ما انتوا شايفين الباب كان لونه اسود بس الجوانب بتاعته باللون الافيض حبت ان هي تدهنوا كله باللون الاسود عشان يبقى لايق مع السلم اللي هي عملته في مدخل البيت كمان هنا عندها البيت الشقة بتاعتها حبت ان هي تجدد فيها الاول كان موجود عندها زي ما انتم شايفين البلاط عليه اللي هو النظام المكت ده كده بدأت ان هي تفك كل ده ومساعدة العمال معاها بدأت ان هي تعمل البركيف الارض او اللي هو الخشب بتاع الارض انا شايفها احسن من الاول بكتير عملت القوة اللي تحت وعملت كمان الترقة اللي موجودة عند الغرف اللي فوق بجد كده بقى احسن من الاول بكتير اول غرفة بقى عندها نبتدي نشوف التجيزات بتاعتها هي قدة الليفينج بدأت ان هي تفرش هنا السجادة بتاعتها طبعا زوجها بيساعدها في الحاجات التقيلة ويبتدي يساعد معاها ويفرش معاها المساعدة طبعا بتبقى حلوة وبتفرق كتير بدأت ان هي تحط الورد احنا ما قلنا هنا في فيديو النهاردة هي بتاعشق الورد فهتلاقي كل حاجة عندها فيها ورد 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 من الحاجات الحلوة جدا واللي بتريح النفسية وكمان لو وردي طبيعي يبقى سلام هيبقى حلوة قوي طبعا هنا دي قدة الليفينج عاملة فيها التلفزيون والدفاية الصناعي اللي بتشتغل بالكهرباء ما هيش نار حقيقية فحلوة برضو كديكور حلوة لكل عروسة بتدور على فكرة جديدة تعالوا بعد كده ندخل على الغرفة التانية وهي غرفة برضو حتى فيها زي انت ريه كده تعالوا نشوف هي ازاي هتبتدي ان هي تغير فيها اول حاجة حابت ان هي تعملها تعمل حاجة بايديها هي فعملت طابلو باستخدام المعجون بدقة ان هي تفريط لك Corinth على الطابلو ذي ما انتم شايفين وباستخدام الالوان اللون القسود أو اللون البني بدقة ان هي تعمل فيه خطوط كده بسيطة الطابلو بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة بس هي حابت ان نهاية تعملها بايديها علشان تحطه على الحيطه الاول كانت تحطي طابلو تاني من الفط دي او المرياض زي ما انتم شايفينه كده وبعدين حابت انها تعمل حاجة بايديها هي فغيرته للشكلي ده دي كده القوضة بعد ما غيرتها خالص اول ديكوري النهائي بتاعها تعالوا نشوف هي عملته ازاي كده طبعا زوجها بيساعدها في الحاجات التقيلة بدأت ان هي تروس الكنبة هنا من جنب ده هتبقى باللون الابيض والجنب التاني اللي تحت الشباك ده حطت باللون الازرق بدأت ان هي تحط بقى الزرع بتاعها قلت لكم ان هي بتحب الورد جدا فكل حاجة عندها هتلاقوا فيها ورد وزرع اغدر وكل حاجة كمان عجبتني جدا الترابيزة بتاعتها معمولة من الخشب او الجزوع بتاعت الشجر فلايقى جدا مع الجو الورد اللي هي بتحبه عجبني جدا القوضة وكمان حطى ديكور من طقم الشطرانج الكريستال برضو العلبة هي تا من فوق ديكور ومن تحت فيها زي الدرج كده ممكن ان هي تحط فيه الشوكولاتات او حاجة للتقديم الديوف فبردو عاملة ديكور حلو تعالوا بعد كده حبت ان هي تغير القوضة بتاعتها احتفالا بالسنة الجديدة فجابت شجرة الكريستال هي سيدة عربية مسلمة بس بدأت ان هي تحتفل برضو بالسنة الجديدة بان هي تحط الشجرة تي عندها في الشقة فشالت الكراسي او الفتوهات الازرق وحطتها في المكان ده كده غيرت شوية برضو من الديكور بتاع الغرفة وصلنا هنا بقى لغرفة النوم عندها وشفتوا قبل كانت الحيطة سيدة خالص ما عليهاش اي حاجة حبت ان هي تعمل فكرة مختلفة ما حبتش ان هي تعمل حاجات متعلقة على الحيطة او تعمل تابلوهات على الحيطة حبت ان هي تعمل حاجة كده منها فيها على الحيطة بدت ان هي تجيب ورق الحائط قصوا هنا تلت مستطيلات كده زي ما انتوا هتشوفوا في الاخر وكمان بمساعدة العمال بدأوا ان هم حوالين المستطيلات دي يعملولها فريم من الخشب الابيض ده كده شكله بعده عملت شكل مختلف على الحيطة ويبقى ثابت مش حاجة بتتفك وبتتركب او حاجة بتتعلق على مصامير او كده عملت من ورق الحائط الشكل ده برضو عجبتني الفكرة جدا تقدروا ان انتوا تغيروا بيها بكل سهولة هنا بدأت كمان بعدها حطت التراويزة دي بس حست ان هي تبقى شكلها مش حالو فجابت الاساسي التاني وبدأت ان هي تحطه كده بالشكل ده انا عن نفسي كنت حابة تاني حاسة ان هو كان احسن مش عارفة يعني حاسيت ان كده الدنيا كلها غامق في غامق او حاجات مقفلة في بعضها الاولاني كان لونه دهبي وكان سيمبل كده فكان لايق مع الحيطة مش عارفة مش عارفة اذا كان صح والغلط قولولي برضو ايه رأيكم انهي الاحسن ده ولا ده طبعا لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو تقريبا نص الفيديو ولسه ما عملتوش اشتراك او عملتوا لايك للفيديو وكمنت بجد هتزعلوني منكم جدا ياريت تدعموني بلايك وكمنت وتعملوا اشتراك عشان تنضموا العالم نعالم كوكيز والتبع كل جديد احنا بننزله يبقى ده بقى شكل الاودة كده قبل ما تعمل كل التعديلات اللي فيها وده شكلها بعد ما خلصتها وكمان هنشوف لها ترتيبات للسرير بتاعتها ازاي وازاي هتغير كمان من ديكور الاودة وتغير من الحاجات اللي محطوطة فيها كل فترة بتحب التغير من الديكورات او الانتيكات اللي هي حطاها موجودة في الاودة هنا بدأت انها تفرش بقى السرير بتفرش الاول الكوفر بتاع المرتبة وبعدين بتحط فوقي الميلاية وبعدين كمان استخدمت المكوى البخار علشان تكوي كل الكسرات الموجودة في الميلاية بدأت انها تحط الكوشنز وتحط اللحاف وعملت هنا رانر كده بسيط على السرير باستخدام كوفرتا وحطت جواها طرف كده من الميلاية علشان تعمل رانر على السرير غيرت من الديكورات الفازة اللي كانت محطوطة الاخضر اللي جنب السرير حطتها في الجهة التانية على الترابيزة اللي هي حطتها وبدأت تحط الفازة تانية من اللون الازرق علشان تليق مع المفروشات اللي هي حطتها كمان بتغير كل شوية لو خدتوا بالكم من الفوتين اللي موجود في القوضة بدلته مع الشيز لونج اللي كان موجود على الشمال جنب الشباك يعني كل شوية بتبتدي ان هي تعمل حاجة مختلفة عشان ما تحسش بالملل او تحس بالروتين كده بتبتدي تغير في حاجات بسيطة هنا برضو دي غرفة كده تانية عندها بدأت ان هي تغير برضو فرش السرير بتاعها وتغير من اللحيف زي ما نشايفين هنا كان دابل فيس لون باللون الابيض والجنب التاني باللون الكافي بدأت ان هي تقلبه رول كده عشان تقلبه على الجهة التانية وعملت رانر برضو على السرير من الكوفيرتا اللي هي لون الكافي دي تدخلت كده الالوان مع الكوشنز كلها متناسقة مع بعضها دي كده ترتبها للغرفة النوم التانية اللي عندها في البيت تعالوا نشوف بقى ترتبها كمان في المطبخ وازاي ان هي غيرت من الحاجات اللي موجودة فيه هنا عندها عاملة ضرفة لأدوات التنظيف او المنظفات بدأت ان هي تنظمها كده في ادراك زي ما انتم شفتوا عشان تساهل على نفسها بعد كده وتبقى الدينية عندها نظيفة بدأت ترس كل حاجة مكانها من اللطباق ومن المعالق بدأت تكمل كل حاجة نقصة عندها من الصبون بتاع اللطباق وكمان التوابل زي الملح والفلفل بدأت ان هي تزبط كل حاجة نقصة عندها رصة ديكورات المطبخ هيلاحظنا ان عندها معظم الحاجات باللون الدهبي مع اللون الافيض بدأت تعمل كمان تنظيف بي كاربوناتو او كاربوناتو ستوديوم على الحوت بتاع اللطباق وبدأت ان هي تعمله كده زي ما انتم شفتوا بالخل والمية السفنة عشان تخليه بيلمع ويريحته جميلة ده كده ترتبها للمطبخ وازاي ان هي نطفته ندخل بقى على الحمام عندها وازاي ان هي عملت بردو قبله وبعد الديكورات اللي هي حطها والسبوتس اللي هي حطها كمان في السقف بردو عطيه ديكور حل هنا كمان بعد ما خلصت الشقة بتاعتها لاقت ان فيه ارجة عندها كده قاسم الريسبشن عندها بين الليفنج والسفرة فبدأت ان هي تجيب العمال وتشيل الكتعة دي خالص عشان تدي مساحة ووسع فبردو فكرة حلوة ان احنا نوسع على نفسنا كده قد ما نقدر هتدي معاكي مساحة حلوة تعالوا هنا كمان زي ما قلنا هي بتعشاء الورد في كل حاجة عملت عليقة جميلة جدا من الورد على الباب وبتبتدي تغير فيها كل فترة كمان تنظيمها هنا للسفرة بالشموع الالكترونية دي مش شموع طبعية تشامع بيشتغل كده بالرمود تغيروا الالوان والاضاءة بتاعته حسب الالوان اللي موجودة عندكم عملته من اللون الذهبي مع اللون الاخضر برضو من الزرع كده عملت برضو نزام حلو على الزفرة وقت الاكل تعالوا كمان نطلع بقى اوت افدور ونشوف الجاردن بتاعتها وازاي ان هي بتهتم برضو بالمكان بتاع الجلوس اللي برا ده مكان علشان يبتدوا يعودوا فيه وقت التسالي او وقت الصهر يغيروا جو شوية ويشموا هوا كده حلو في بدء التعم القعدة حلوة برضو من الشموع وكمان الاضاءات اللي موجودة على الشجرة زي ما انتو شايفين الجو بالليل طبعا بيبقى احلى بكتير من الصبح مع الاضاءة بتدي شكل جميل جدا بزدات بالليل زي ما انتو شايفين كده بجد قعدة حلوة جميلة جدا تعالوا كمان نشوف ان هي كل شوية بتغير من الديكور اللي موجود كمان جنب الباب برا بتستخدم ورد كتير جدا زي ما قلتلكم هنا عاملة ستايل من الورق او ورق الشجر اللي هو باللون الورنج جو الخريف كده شوية وعملة كمان معاه الاضاءة في عاطي شكل حلو قوي الناس كمان اللي بتحب الورد الطبيعي هتحب جدا الورد بس هي مشكلته انه طبعا بيتبل بسرعة فمحتاج ان انت كل فترة تجيبي ورد طبيعي الورد الصناعي طبعا بيقضي الغرض وبيبقى حلو جدا هنا استخدامها الورد الطبيعي بتهتم به ان هي العود بتاع الوردة بتبسيط ان هي تقصه كده بالورد عشان تحفز عليه الفترة اطول وفتحطه في مية بسكر عشان يبقى غيزة كمان للورد وبكده نكون وصلنا الاخر فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم وتقدروا ان انتوا تغيروا بيتكم على مزاجكم زي ما انتوا عايزين ان شاء الله ويبقى احسن حاجة تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة وتكتبوا لي كومنت واشوبكوا الفيديو الجاي اشتركوا في القناة